أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لمساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجة أمر مقدر تماما كما أكد مدبولي حرص الحكومة على تفعيل الشراكة في جميع البرامج التنموية التي تستهدف الشرائح الأكثر احتياجة جاء ذلك خلال لقائه أعضاء وممثلي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتنصيق الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنصيق الجهود لتنفيذ ما أعلنه الرئيس بشأن الحزم الاجتماعي الجديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجة وخلال الاجتماع اقترح رئيس الوزراء أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ليؤسس قواعد العمل خلال الفترة المقبلة بحيث يوضح المهام المحددة لكل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ تكلفات الرئيس السيسي